عندما تسير في روما فإنك تسير في متحف مكشوف إذا لم تكن مغرما بفنون النحط وحضارة الرومان القديمة أو عصر النهضة فتجلس على هذا الدرج كما هؤلاء تتشمس وتلحس آيس كريم لكن حتى هذه السلالم هي سلالم أثرية يعود طريق بنائها لعام 1721 هي طريق طويلة تتكون من 135 درجة تطل على هذا الميدان هو ميدان القارب التاريخي يعود إلى زمن غرق روما بفيضان نهر التيبر إذن هو لا يقل قيمة أثرية عن أي آبدة أخرى في روما أو في كل إيطاليا أحد السياح السعوديين استأجر سيارة مزرات SUV وكان متأثرا بأفلام الأكشن يقول لدي مزراتي جيب أنا في روما وهذا درج إسباني لما لا أفعل هذا انظروا ماذا فعل الشرطة الإيطالية نشرت هذا الفيديو التي تظهر فيه السيارة تدخل منطقة المشات لحسن الحظ المنطقة كانت فارغة لأن الزمن كان في الليل المهم نزلت المزرات من أحد فرعي الدرج الأثري وكأن السائق نزل بالخطأ من هذا المكان أو أن السيارة بعدها استضامت بعائق فلم تتمكن من النزول خرج السائق منها نظر إليها تفقدها وهرب من الموقع الشرطة تمكنت من القبض عليه في ميلانو وتعرفت عليه من الكاميرا كاميرات المراقبة ومن المكان الذي استأجر فيه السيارة وقال سائح سعودي كان يقود سيارته الرياضية المستأجرة من علامة مزرات هذا الأسبوع على السلالم الإسبانية الأثرية بالمدينة ويواجه الآن اتهامات التسبب بأضرار للمعلم التاريخي بعض الذين عرفوا بالقصة حاولوا التعليق الكثير يقول سجنوه هذا الشخص ما يمثلنا ولا يشرفنا أي شخص لا يحترم قوانين الدول التي يسافر لها ويسيء لوطنه ولشعبه تغريدة أخرى من عاشق الإمارات يقول لعله لم يتعمد ذلك الفعل وكان يعتقد أنه يؤدي إلى مواقف سيارات الأمر الذي لم يدركه إلا بعد أن تجاوز بسيارته في داخله مسافة قصيرة وتم توقفه أو إيقافه بعدها ابن أبيه هكذا يسمي نفسه الحساب يقول إذا لم تحترم البلد الذي تقيم فيه أو الذي تزوره للسياحة أو لغيرها ولم تحترم ثقافة هذا البلد فأنت بالتأكيد تحتاج لإعادة تأهيلا ولدورات تتقيفية للرفع من مستوى الوعي لديه حتى لا تصبح شرة من يمثل بلدك لدينا أحمد سعد يقول ده إنت هتدفع دم قلبكم مش بعيد يدفعوك كم مليون يورو شهرين سجن وإبعاد من الشنغن آخر تغريدة توقف عند أحمد سلطان الراشد يقول يدفع الغرامة وينسجن هناك وإذا رجعين سحب جوازه لمدة عشر سنوات بتهمة إساءة سمعة السعوديين بالخارج والعظيم شيء محزن ومقرف تصرفات بعض السياح خارج المملكة ويجد أتمنى إقاع أقصى عقوبة عليه لأنه يحمل الجنسية السعودية طبعا أفاد مصدر في هيئة حماية التراث في روما أن السيارة تسببت بكسور في الدرجتين ستة عشر وتسعة وعشرين صعودا من الساحة الإسبانية بعض قطع الرخام أعيد تركيبها بشكل مؤقت من أجل السماح بإعادة الفتح الفوري لعبور المشاة لاستعادة الدرجات التالفة واستبدال الأجزاء المكسورة بكتل حجرية جيرية متوافقة مع هذا اللون وخصائص هذه المواد أريد أن أريكم هذه البلاطة المكسورة في السلم والتي تحدثت عنها مديرية الآثار في روما السلالم رممت في عام 2015 بمليون يورو شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها